موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية نبدأ النشرة من المغرب حيث أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملكة محمد السادس عزا الله عملا بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإلحاح في الدعاء وطلب الغيث أمر بأن يتم بجميع مساجد المملكة غدا للجمعة التوجه إلى الله تعالى في خطبة موحدة تتضمن بيان مغز هذه السنة المباركة وروح التضرع التي يتوجه بها المؤمنون والمؤمنات إلى الله في مثل هذه المناسبة وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية بأن أمير المؤمنين أمر أيضا بأن يتم رفع الدعاء المعتاد في صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة وهو الوارد عن رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به ذكر الحكيم وأجزل له الأجر والثواب على حرصه على إقامة السنة في خبر آخر حطت طائرتان تابعتان للخطوط البلكية المغربية بمطار محمد دين الخامس الدولي في الدار البيضاء وعلى متنها ثلاثمائة وعشرين مواطنا مغربيا يعيشون بأوكرانيا وكانت الطائرة الأولى قد أقلعت بعد ظهر الأربعاء من العاصمة البولندية وارسو بينما حلقت الثانية مباشرة من مطار بخارست وكلهما في اتجاه مدينة الدار البيضاء تقرير ولد حميد علوي بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء حطت طائرتان تابعتان للخطوط الملكية المغربية وعلى متنها ثلاثمائة وعشرون مواطنا مغربيا يعيشون بأوكرانيا وكانت الطائرة الأولى قد أقلعت بعد ظهر الأربعاء من العاصمة البولندية وارسو بينما حلقت الثانية مباشرة من مطار بخارست وكلهما في اتجاه مدينة الدار البيضاء وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن تعزيز عرضها لفائدة المغربة المقيمين بأوكرانيا من خلال إضافة رحلتين جديدتين انطلاقا من سلوفاكيا وبولندا باتجاه الدار البيضاء تنشكر السلطات المغربية وبالضبط وزارة الخارجية لتدخلت لدارش معنا وفرت لنا الظروف لائمة بش نوصلون إلى المغرب عند وليدين بسلامة جيدة هذا وتنضاف الرحلتان الجديدتان إلى ثلاث رحلات أخرى أعلنت عنها الشركة ليومي الثالث والرابع من مارس انطلاقا من براتيسلافا وبوخارست وبودابيست في اتجاه الدار البيضاء وخصصت هذه الرحلات حصريا للمغاربة المقيمين في أوكرانيا وأفراد أسرهم وعلى سعيد آخر شكل موضوع تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر محور لقاء مناقشة نظمته بشكل مشترك لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين عودة لوليد حميدي علوي خلال لقاء مناقشة نظمته بشكل مشترك لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين تمت مناقشة موضوع تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر تندرج هذا الاجتماع والأولاد اليوم الدراسي في إطار تطبيق الحكومة لالتزام من الالتزامات التي تقدمت به هي أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2022 إذن سنتكره على الراهنية للتطبيق هذه هذه الضريبة ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام الحكومة أمام اللجنتين البرلمانيتين أثناء دراسة مشروع قانون المالية 2022 ومقترح إصدار مجموعة من التعديلات لتوسيع قاعدة تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المصنعة المحتوية على السكر يأتي بهدف الحفاظ على صحة المواطنين واسترجاع الدعم عن مادة السكر وطنيا دائما أفد قسم شؤون الاقتصادية والتنصيق بولاية جهة الدخل واد الذهب الداخل بأن تموين أسواق إقليم واد الذهب يتم بشكل عادي وكاف بالمنتجات والمواد الغذائية بكافة أنواعها وذلك على بعد أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك نتابع التقرير التالي تموين أسواق إقليم واد الذهب يتم بشكل عادي وكاف بالمنتجات والمواد الغذائية بكافة أنواعها هذا ما أكده قسم شؤون الاقتصادية والتنصيق بولاية جهة الدخل واد الذهب وذلك على بعد أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك جميع المعطيات والمؤشرات المستقات من الأوساط المعانية بالخصص التجار والمنتجين المحليين والموردين تبين بأن المواد متوفرة وبكثرة على مستوى مختلف سلاسل التوزيع هذه الجوالات هي من أجل استنباط الحقائق من الواقع والتأكيد لوصول إلى نتيجات تؤكد على أن جميع السلاع والوضائع الأكثر سلاكاً قامت السلطات العمومية بمجهودات كبيرة من أجل أن تكون متوفرة هذا وتفيد مختلف التقارير حول تموين الأسواق والجوالات الميدانية للجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة أسعار وجودة المنتجات تفيد بأن الأسواق المحلية تم تموينها بكميات كافية وأن المخزون يلبي طلب المستهلكين لأكثر من شهر الحمد لله دابا الأمور عاد رجع للأمور وكان طمأنه المواطن المغربي والمستهلك المغربي بأن الناس المسؤولين كل شيء وقت الحضار وكان مشتورون بأن في الأيام القليلة عيبا بوادر بأن تراجعوا في الأسعار لأن الواحدات الإنتاجية إن شاء الله عاد تفقد تشتغل بمئة في مئة وتتكون اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة من ممثلين عن قسم شؤون الاقتصادية والتنسيق والمديرية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الجماعي لحفظ الصحة وممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المحلية دوليا وفي أعقاب عملية التصويت المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية دعا الأمين العام للأمم المتحدة سيد أنطوليو جوتاريش في تصريح صحفي روسيا وأوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فوري وفتح الباب أمام الحوار والديبلوماسية تقرير حمزة الخضر رسالة الجمعية العامة قوية وواضحة ضعوا حدا للعمليات الحربية في أوكرانيا وأوقفوا إطلاق النار هذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطوليو جوتاريش داعيا الجيران الروس والأوكران إلى وقف الأعمال العدائية فورا وفتح الباب أمام الحوار والديبلوماسية تصريح جوتاريش جاء في أعقاب عملية التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن أوكرانيا القرار يدعو إلى تسوية سلمية فورية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا لا سيما عبر الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الوحدة الترابية لأوكرانيا وسيادتها يجب احترامها وفقا لميطاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن العالم يريد إنهاء المعاناة الإنسانية في هذا البلد جوتاريش أعرب عن قلقه الكبير بشأن العواقب المحتملة لهذا الصراع على السلم والأمن الإقليميين والدوليين لا سيما وأن العالم لا يزال يحاول التعافي من جائحة كوفيد 19 وفي إطار العقوبات التي تتعرض لها روسيا بسبب حفلتها العسكرية في أوكرانيا أعلنت مجموعة ميرسيدس بينز الألمانية العملاقة في مجال صناعة السيارات أنها أوقفت صادراتها من السيارات إلى روسيا وعلقت تصنيعها في هذا البلد حمزة الأخدر في المتابعة عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على الروس تتصاعد أكثر فأكثر وكل أملها أن تضيق الخناق على موسكو وتحشرها في أقصى الزاوية ففي الوقت الذي تواصل فيه محركات دبابات موسكو عملها في أوكرانيا تخرج مجموعة ميرسيدس بينز الألمانية العملاقة في مجال صناعة السيارات لتعلن عن إسكات محركاتها في روسيا وتوقيف صادراتها من السيارات إلى هذا البلد مع تعليق تصنيعها المحلي داخله ومنذ بدأ الصراع بين الروس والأوكران أعلنت مجموعة ألمانية وغربية عديدة لصناعة السيارات انسحابها من السوق الروسي دولياً دائماً أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية أن حوالي 56% من سكان العالم قد تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19 لكن معدل التطعيم مع ذلك ظل أقل بكثير في البلدان منخفضة الدخل تفاصيل أكثر في تقرير بندرزايو ما يقارب 56% من سكان العالم ملقحون بالكامل ضد كوفيد-19 لكن معدل التطعيم ضد الفيروس يبقى ضعيفاً إلى حد كبير في الدول ذات الدخل المحدود حسب ما قاله مدير ملظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم جبريسيوس قال في مؤتمر صحفي في جونيف إن عدداً من الدول لا تزال تقاوم الأعداد الكبيرة من حالات الإصابة والوفيات بالإضافة إلى معدلات التلقيح الضعيفة فقط 9% من سكان الدول ذات الدخل المحدود استطاعت تلقيح مواطنيها بشكل كامل جبريسيوس قال إن الوكالة لازلت تحاول التغلب على مصاعب توفير وتوزيع اللقاحات فقد وزعت المنظمة عبر آلية كوفاكس 1.3 مليار من جرعات التلقيح بينما تلوح مؤشرات إيجابية في المستقبل إلى أستراليا حيث دعت السلطات هناك نحو 200 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة التي كانت متوجهة نحو سيدنيا اليوم الخميس بعد أن خلفت 13 قتيلاً في أنحاء البلاد التفاصيل في تقرير حمزة الخدر شريط بطول 400 كم يمتد على طول الساحل الشرقي لأستراليا مهدد بأمطار غزيرة ورياح عاتية ما حذا بالسلطات إلى إطلاق تحذير للساكنة بضرورة إخلاء بيوتهم الشريط الساحلي يمتد ليصل إلى ضواح سيدني أكبر مدينة في البلاد وتقطنها خمسة ملايين نسمة الأمطار الغزيرة اجتاحت الساحل الشرقي لأكثر من أسبوع بين ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز حيث أمرت السلطات اليوم حوالي 200 ألف شخص بالإخلاء وطلبت من 300 ألف آخرين الاستعداد لتلقي أمر مماثل قريباً رئيسة خدمات الطوارئ في الولاية حذرت من ظاهرة جوية صعبة التنبؤ قد تكون خطيرة في سيدني وحولها أستراليا تضررت بشدة في السنوات الأخيرة من تغير المناخ حيث أصبحت دورات الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات أكثر حدوثاً وشدة رياضياً أفد تقرير صحفي إسباني بأن تذاكر المباراة التي ستجمع نادي ريال مادريد بضيفه باريسان جرمان يوم التاسع مارس الجاري على ملعب سانتياغو برنبيو برسم إياب دور السادس عشر لدور أبطال أوروبا قد نفدت بالكامل بدرزاي والتفاصل تذاكر مباراة الإياب بين ريال مادريد الإسباني وباريسان جرمان الفرنسي ضمن فعاليات ثمون نهائي دور أبطال أوروبا بيعت بالكامل نفاذ التذاكر يؤشر على أن جنبات ملعب سانتياغو برنبيو ستصدح بجماهير ومشجع الميرينجي يوم الأربعاء المقبل تقرير صحفي إسباني توقع أن تشهد المباراة حضور ستين ألف مشجع وبحسب المصادر ذاتها فإن هذا الحضور هو الأعلى في الملعب منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020 ويسعى ريال مادريد إلى تدارك تأخره بهدف دون رد في مباراة العودة بعد أن سجل النجم الفرنسي كيليان بابي هدفا في المباراة الأولى انتصر من خلالها باريسان جيرمان وذلك في الدقيقة الثالثة بعد التسعين نهاية نشرتنا تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها كالعادة مشاهدين على موقعنا الإلكتروني m24tv.ma تحية لكم إلى اللقاء